للتحليل والمتابعة نضم علينا من بيروت المحلل العسكري والاستراتيجي العميد نزار عبدالقادر سيدة العميد أولا ما هي الأسباب التي دعت ترامب لهكذا تنديد في فترة الانسحاب وهل يعد تراجعا عن قراره السابق 30 يوما فقط للانسحاب أنا أعتقد بأن القرار المفاجئ الذي اتخذه ترامب قد أثار بلبلة وأثار مشكلة سياسية داخل الإدارة الأمريكية وفي أيضا في المحيط العسكري الأمريكي ككل ولذلك رأينا أن القيادة الأمريكية في العراق قد أثارت هذا الموضوع لدى زيارة ترامب مع زوجته للقوات عشية رأسنا نظرا لترابط الأمور بين المسرحين السوري والعراقي تانيا هذا الكلام الذي سمعته الآن في النشرة بأن هذا الانسحاب لن يتم إلا بعد هزيمة داعش بالكامل هزيمة داعش بالكامل ليست فقط هزيمة عسكرية لبعض الجيوب المتبقية هناك قد يكون بين التقديرات التي تقول بين 10 و14 ألف مقاتل من الأصوليين والداعشيين موجودين على منطقة الحدود في المناطق الصحراوية ما بين العراق والسورية هذا الموضوع يعني دحر داعش بالكامل حتى من الناحية العسكرية قد يستغرق أكثر من أربعة أشهر لذلك أنا أعتقد بأنه في النتيجة إذا بالفعل صدق ترامب هذه المرة وسحب تدريجيا القوات من سوريا خلال أربعة أشهر ولم يتراجع مرة جديدة فهذا يعني بأنه يعيد الانتشار ولا ينسحب من منطقة العمليات إذ ليس هناك كبير فرق بين وجود القوات في الجانب السوري أو الجانب العراقي عندما يعود الأمر لداعش ولكن الأمر مختلف كثيرا على الوضع داخل سوريا وعلى الأفريقاء إذن القرار كان مفاجئا سيادة العميد والتمديد أيضا ربما هو أمر مفاجئا الآن لكن ربطت بين طيات حديثك ووفقا لكثير من المراقبين قرار التمديد بالزيارة الأخيرة للقوات الأمريكية في العراق ومطالبات الشارع العراقي ومطالباتهم من الحكومة العراقية في الأول ومن ثم من ترامب للمعاملة بالمثل والانسحاب أيضا أو لإعطاء الضوء الأخضر للانسحاب من العراق هل هذه هي رمانة الميزان في قرار ترامب بالتمديد برأيك أم لا؟ أنا أعتقد بأنه من المبكر جدا البحث عن إمكانية خروج القوات الأمريكية من العراق العراق موضوع آخر يعني موضوع استراتيجي بالمعنى الأوسع يعني إذا كان مسرح العمليات السوري تتدخل فيه الولايات المتحدة بشكل جزئي وفي منطقة مساندة لكوات قصد التركية الكردية عفوا يعني وإذا ربطنا حاجة الولايات المتحدة لإجراء نوع من المصالحة والتهدئة في العلاقات المتدهورة مع تركيا يعني يمكن فهم هذا الموضوع ولكن في العراق الانسحاب سيؤثر بالواقع على كل بنية الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة وصولا إلى قلب يعني المنطقة النفطية في الخليج ووضع الأنظمة هناك والتي ترتبط إلى حد كبير يعني في مواجهتها للأخطار الإيرانية طيب بهذا التواجد الأمريكي وبالاستراتيجية الأمريكية الفاعلة طيب إذا لم تكن المطالبات العراقية إذا كان الأمر مختلفا كما تذكره سيادة العميد هل هنا مربط الفرس في هذا التمديد هو الداخل الأمريكي وبالتالي نستطيع معا قراءة تصريحات لانزي جراهم هذا السنة الجمهوري حول الرحيم من سوريا ضمان هزيمة داعش وضمان أيضا ألا تكون تهران هي الفائز الأول من وراء هذا الانسحاب رأيك؟ هذا صحيح هذا صحيح الغاية يعني الآن أنت تعلم بأنه يعني موضوع الانسحاب قد أثار نوع من العاصفة السياسية داخل الولايات المتحدة ليس فقط باستقالة وزير الدفاع يعني واهتزاز القيادة العسكرية والاستراتيجية العسكرية في الشرق الأوسط ولكن أيضا لدى حلفاء الولايات المتحدة سمعنا يعني وزيرة الدفاع الفرنسية الآن تتحدث عن البقاء من أجل استقصال داعش ولكن أيضا داخل الولايات المتحدة هناك أناس يعني يعتقدون ولديهم كل الحق للاعتقاد بأنه إذا لم يجري التعامل إلى نهاية الأمر مع داعش فإن الخطر حتى على الأمن الأمريكي مقبل في المستقبل المنظور دون أي شك ودون أي مواربة لذلك من هون أنا أعتقد بأنه قد يكون لدى ترامب خلال هذه الأربعة أشهر إمكانية لإعادة الاستماع إلى قياداته العسكرية وبعض القوى السياسية الواعية تماما للأمن الأمريكي كالسناتر جراهم وغيره من هؤلاء الصقور في الإدارة في الكونجرس ولذلك يمكن أن يعيد النظر بعد فترة في قراره النهائي وأن لا يتخلى بشكل كله عن هؤلاء الأكراد والذين يتركهم الأكراد في حالة الحقيقة مذرية للغاية وأمام أما القتال وأما الاستسلام لتركيا شكرا جزيلا هذا من جهة ثالثة أشكرك وقت المقابلة قد انتهى سيدة العميدة نزار عبدالقادر المحلل والعسكري والاستراتيجي أشكرك جزيلا على ما تفضلت به مparلح الثماني مطلح الثماني المحلل وقت المتبلة أشكرك جزيلا